ثانيا تصنيف التضخم بنقول دلوقتي ان احنا عندنا اكثر من نوع من انواع التضخم وفقا لدرجة حدته بنقول التضخم معتدل وفيه تضخم متسارع وفيه تضخم جامع بنقول التضخم المعتدل هو تضخم بمعدل بسيط ويتزاد ببطء ولذلك لا يوجد لهذا النوع اي اثار سلبية واضحة على الاقتصاد وهو لا يستدعي تدخل حكومي لمعالجته اما التضخم المتسارع يحدث في صورة معدلات تضخم متزايدة من سنة لاخرى تستدعي تدخل حكومي لمعالجته باستخدام سياسات مالية ونقضية انكماشية كتخفيض نفقاته الحكومية او زيادة الدرائب او تخفيض عرض النقد النوع السالس اسمه تضخم الجامح ويحدث في صورة معدلات تضخم مرتفعة جدا نتيجة ازمة حقيقية او ازمة هيكلية يمر بها الاقتصاد ولا يعالج هذا نوع من التضخم الا بعالاج هذه الازمة التي يعاني منها الاقتصاد وبنقول ان تضخم الجامح له عدة اصار سلبية اهمها فقدان الدولة مصداقية التعامل في عملتها داخليا وخارجيا الحاجة السارية في حالة وجود سوق رأس مال حقيقي للأسهم والسندات هنجد ان الافراد بيلجأوا نحو الاستثمار في الأسهم بدلا من الاداع في اموالهم وصرواتهم في البنوك النوع السالس او الاصار السالس الاصار السلبي السالس بنقول يلجأ الافراد في اوقات تضخم الجامح الى الاحتفاظ باموالهم وصرواتهم على هيئة اصول حقيقية فبيتجه نحو شراء العقارات والاستثمارات الحقيقية ويبتعدون عن الاحتفاظ بالنقود السائلة دلوقتي بنتكلم عن انواع تضخم وفقا للسبب الذي ادى الى نشأته فعندنا التضخم من جانب الطلب وتضخم من جانب العرض وتضخم المشترك وتضخم المستورد فتضخم من جانب الطلب بنقول ان بينشأ نتيجة لزيادة عرض النقود الموجودة في المجتمع سواء اللي بيعملها البنك المركزي او اللي بتصدرها البنوك او اللي بتخلقها البنوك التجارية من خلال ما يسمى خلق نقود الودائع فالمهم ان بزيادة عرض النقود يزداد للطلب وبزيادة الطلب مع سابعة العرض يزداد الاسعار وممكن نشوف الكلام ده على الرسم البياني البسيط المتاح امامنا نشوف في الرسم يقولك يتحدد ضدع التوازن الكلي في الاقتصاد عند النقطة التي يلتق فيها منحنة الطلب مع منحنة العرض وذلك فيها النقطة اي من النقطة اي نسكة عمودة عن المحوى الرأسي يتحدد السعر او يتحدد المستوى العام للأسعار عند البي طيب وبزيادة الطلب الكلي بسبب زيادة عرض النقود ينتقل منحنة الطلب الكلي من الوضع اي دي الى الوضع الجديد اي دي واحد وعليه تنتقل نقطة التوازن من النقطة اي الى النقطة اي واحد ولو اسقطنا عمودة للنقطة اي واحد على المحوى الرأسي يتحدد المستوى العام للأسعار الجديد عند البي واحد يعني اللي احنا عايزين نقوله زادت المستوى العام للأسعار من البي للبي واحد بسبب زيادة عرض النقود من ال اي دي الى ال اي دي واحد الحاجة الثانية او النوع الثاني من انواع التضخم اللي هو تضخم دفع التكلفة وهذا النوع من التضخم بيبقى بسبب زيادة تكاليف الانتاج في الالات والمعدات والاجور وما الى ذلك من العناصر الانتاج المختلفة وطبعا تضخم التكاليف ده بيؤدي الى نقص العرض الكلي مع عصابات الطلب الكلي بنجد ان يحصل ظاهرة التضخم بصوا معي على الرسم كلام سهل وواضح ما فيش في اي مشكلة يتاضح من الرسم الآن انه بنقول دلوقتي يتحدد الوضع التوازني في الاقتصاد الكلي عند النقطة التي يلتقي فيها منحنة الطلب الكلي ال اي دي مع منحنة العرض الكلي ال اي اس فيها النقطة اي ومن النقطة اي نسقط عمود يتحدد المستوى العام للأسعار عند البي طيب بيئ زيادة التكاليف ينقص العرض الكلي فينتقل منحنة العرض الكلي من المستوى اي اس الى ال اي اس واحد وبالتالي تنتقل نقطة التوازن الى اي واحد لو اسقطنا عمود على المحو الرأسي هنجد ان المستوى العام للأسعار عند البي واحد يعني زاد المستوى العام للأسعار بسبب ايه بسبب زيادة التكاليف والتي ادت الى نقص العرض الكلي من ال اي اس الى ال اي اس واحد النوع السالس متضخم المشترك وبنقول فتضخم المشترك انه بيحصل بسبب الجانبين مع بعض الطلب والعرض وبنقول ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب زيادة حجم النقود المتدولة في المجتمع بدون تغير في حجم الانتاج والعلاج هذا النوع من التضخم لابد من اتباع توليفها من السياسات تكافح التوسع النقدي وتؤدي الى زيادة الانتاجية اخر حاجة تضخم المستورد ينتج بسبب قيام الدول الانمية باستيراد سلع وخدمات نهائية اسعارها اصلا مرتفعة بلادها الاصلية وكأنها بذلك تكون باستيراد التضخم